السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وفيديو اعتذار رمضان صبحي للنادي الاهلي وجمهوره احمد فتوح الى بنا ثانايكوس اليوناني خارد الغندور بيقول مبادئ الاهلي ساعة تروح وساعة تيجي ففقرة اعرف الصح وربنا يسطر على اللي جاي والخوف مش من اللي جاي الخوف من اللي بعد كده على رأيي الروائي العظيم والأديب الكبير محمد مجدي افشا نادي الاهلي من ساعة ما نادي الزمالك جاب اللرب على العباد بتوع الطايرة وحسب يا الله ونعم الوكيل في اللي كان صاحب فكرة ان احنا نجيب اللرب على العباد بتوع النادي الاهلي في الطايرة لان احنا بعد كده ما شفناش حاجة خالص والنادي بيفضى نادي الاهلي ما بيسيبش حقه واحنا بصراحة اللي نكاشنا في الموضوع وكانت الدنيا هيديت بعد عبدالله السعيد والموضوع عدى وقال له خلاص مش مشكلة عبدالله راح عبدالله جاي عبدالله رجع الاهلي لا اده ماشو لا اده راح برامدز لا اده مش عارف ايه لا اده الزمالك خاده لا اده حقا زمالك 40 مليون قصة كده وخلاص ايه يعني عفى الله عن ما سلف وكفى الله المؤمنين شر القتال والدنيا هيديت لكن ليه بقى ما نروحش ننكش تاني ليه بقى ما نروحش نستفز الاهلي تاني ما روحش اخد اربع لعبات طايرة واخد لعبة عاملة مشكلة معاها واقول انا هقفلها ومش هقفلها والبنت ماقفها لغاية دلوقت اهو واحترامي ليها اكيد يعني ففجأة الاهلي واحدة واحدة كده وبشياكة مش هقولك اجوستو بتاع السلة ولا 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 امام عشور نسمع بعد كده ان احمد فتوح موقع على ثلاث نسخ وفض النسخة محمد صبح موقع على ثلاث نسخ وفض النسخة والدنيا رايحة جاية رايحة جاية بعد كده حسام عشور دخل النادي الاهلي قال لك استقبله احسن استقباله ورجل الضايف ودخل ودخل التتش كمان وقعد مع اللعيبة وسلم عليهم والناس كانوا فاتحين له الابواب والناس كلها ودخلوا الصوروا معايا وقالوا له البيت بيتك والكلام ده كله وغالبا كده شكل شكل حسام عشور راجع الاهلي تاني بعد ما كان الموضوع صعب رجوعه ومش عارف ايه هو بتاع هنعرف القصة الجاية بس مش موضوعه حسام عشور خالص دلوقتي هنعمل له حلقة خاصة بإذن الله فبدأت الاخبار تنتشر والناس تتكلم ويقول لك ده رمضان صبحي عايز ارجع على النادي الاهلي عايز ارجع على النادي الاهلي ارجع على النادي الاهلي فيه من هرق هو عشان امام عشور جيه يا رمضان صبحي ارجع على النادي الاهلي تم تقول عبدالله سعيب بالمرة بق قال لك ده رمضان صبحي غالبا كده موسط ناس ان هم يتكلموا مع قدرت النادي الاهلي علشان الراجل يرجع تاني وانه ما عندوش مانع انه يصور فيديو بالصوت والصورة اعتذار لجمهور النادي الاهلي وقدرته على الغلطة اللي عملها وانه ما كانش في تركيزه او ادي له انتر او امر جهز على التصوير وبدأ الراجل يعني الكلام المتعرف عليه في الصحافة انه يكلم ناسه ووسط ناسه كلام ده كله ولكن كابتن محمود الغطيب قال لك استحال فالناس قيته ده طبما امام عشور كان غلط في الاهلي وجبته ومش جبته كلام ده كله في الاخر الكلام كان في كلمتين قال لك لما يكون ابني الكبير اللي متربي على مبدئي ومتربي على عاداتي وتقاليدي ويبعني ويروح يشتري قب تاني يقول له تبناني وقدام الناس كلها يسبني ماينفعش رجعه لكن لو واحد تاني متربي برا حضني ومتربي برا مبدئي وعاداتي وتقاليدي وغلط واعتذر وحبي يجيلي عشان اربيه ما عنديش مشكلة ييجي اهلا بي فده كان رد بسيط جدا ومقتضب من ادارة الاهلي او كابتن محمود الخطيب او الكلام ده كله على الفارق ما بين حسام عشور او رمضان صبحي او او عبدالله الصعيد وما بين امام عشور فرمضان صبحي موضوع الفيديو بتاعه جاهز وهم عندوش مشكلة يصوروا دي الناس اللي بتتكلم في الصحافة وبعض المصدر المقربة منه اللي الصحافة بتنقل عنهم والكلام ده كله ولكن الاهلي رافض رافض قاطع عودة رمضان صبحي مرة اخرى لالنادي الاهلي احمد فتوح الى بنا ثانايكوس اليوناني وربنا يسطر وعرض رسمي من نادي بنا ثانايكوس اليوناني لأحمد فتوح علشان يروح بيع او اعارة 6 شهور لو راح اعارة 6 شهور او راح بيع ايا كان احمد فتوح يحق له التوقيع لاي نادي في العالم بعد 6 شهور يعني في الانتغرات شتوال القادمة لان فضله في عقده مع الزمالك موسم واحد ومعروف ان في نص الموسم المتبقي يحق لأي لعب في العالم التوقيع لأي نادي اخر في العالم مجانا والنادي بتاعه ملوش الحق انه ياخد ولا جنيه فشكل كده بنا سانايكوس ده زي ميتلند وان لاي عضل القعي وامير توفيق زي الفيلم بتاع اوعى وشك بتاع احمد رزق احمد عيد لما قلنا اللبسين وفد صيني ورايحين نحن نريد ان نتعقد مع احمد فتوح لنادي بنا سانايكوس بس مرد البس يوناني بقى ويقضى احمد فتوح واحمد فتوح يطلع من بنا سانايكوس اليوناني على الاهلي انا بقى بقولك احمد فتوح موقع قلت كان دكتور مرة ثلاث نسخ من عقود انضمامه للنادي الاهلي واخد مكافئة توقيع خمسة مليون جنيه ويتبقى نسخة واحدة فقط للتوقيع بعدها ينضم للنادي الاهلي مباشرة بعد انتهاء عقده مع الزمالك يعني من السنة الجديدة ان شاء الله خالد غندور بيقول مبادئ الاهلي ساعة تروح وساعة تيجي بكرر تاني وبعيده بزيد وبقول يا كابتن خالد اتمنى الفترة القادمة انا عارف كم ده في الهوى ما حالش يسمع كلامي ولا هو حتى لو سمع الكلام وشافه او شاف الفيديو ما هيعمل به لانه لا يجرؤ ولا يستطيع انه يعمل حاجة غير كده وكل الناس يشغلون في القناة التالية الزمالك ما ينفعش يطلعوا يتكلموا في اي حاجة مش متوافق عليها من ادارة الزمالك او اي حاجة فيها حاجة سلبية على ادارة الزمالك فاتمنى يعني هقوله خلاص ركز مع نادي الزمالك الفترة الجاية في سلبياته حاول تصلحها انت باشا بتطلع بتتنرفز على القناة وتعمل ان قلبك على النادي وللأسف في بعض الجماهير بتصدقك وانت ولا فرق معاك ومقضيها في فيديوهات من اعمال تنزلها وانت بتنطط الكورة وانت عملت اتحك وتهرج ولا في دماغك وانت مقضيها في الساحة الاربعة وعشرين ساعة فلو فعلا زمالنا ناديك زي ما بتطلع بالصورة اللي بنشوفها في تلفزيون دي ومقهور هتقعد مش هتروح من النادي لغاية ما تصلح اللي تقدر تصلحه ولكن فيش في ايدك اي قرار فيش في ايدك اي مقدرة انك تقول على الحاجات السلبية اللي في ادارة الزمالك اللي تسببت في ضياع بطولات وفي تفكك الفريق اللي ما بقاش فاضل فيه حد مام عشور مصطفى محمد مصطفى فتحي بن شرقي فرجاني ساسي حمد النجاز وجنش وابو جبل وطرق حامد ولسه كمان احمد فتوح ومش بيعيد زيزو فرقة فضيط فضيط تماما والعيب الاول والاخير على ادارة الزمالك وقناة نادي الزمالك كان مع اخوكو سريقك عمرو عاطف في قناة صفحة صاحب الكرة شوفك ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم